أهلاً وسهلاً بكم بكلم حضراتكم عن حاجة اسمها التمدد الشرياني في المخ أو تمدد شرين المخ كلام ده مهم لأن أحياناً البني آدم لما بيتعرض لي لا قدر الله بعد الشرع عليكم أو حداً من المحيطين بي بقى مش عارف تصرف إزاي ولما بيسمع الكلام من الدكتور ما بيعرفش استوعبه بسرعة لأن فيه فرق بين لما يتقل المريض مثلاً أنت عندك إزاي ده وهو عارف أن ابن عمه عمل إزاي ده وقريبه عمل إزاي ده فهو مختلط بالموضوع هو السبب في نزيف المخ الموجود حالياً وإحنا محتاجين الإجراءات الفلانية للألاج ما بيقاش عارف يعني أول مرة يسمع الكلام ده هل هو في حاجة فعلاً يسمعها كده في مرضى عندنا بيكون بسبب ضعف في مكان معين من شرعين المخ بيسبب أن بيطلع كورة من شرعين المخ أو يعني شرعين المخ يوسع شوية قد يوسع كله أو حتة منه توسع والتمدد ده شيء مش طبيعي والجدار بتاعه جدار ضعيف وأخطر حاجة ممكن يسببها هي النزيف إن هو ينفجر فيسبب النزيف داخل المخ شرعين المخ بتمشي في مكان اسمه الفراغ تحت الأم العنكبوتية فيه ثلاث أغشية حوالين المخ واحدة اسمها الأم الجافية دي غشاء محوط المخ من برضى أقرب للجمجمة تحته غشاء أضعف منه شوية اسمه الأم العنكبوتية تحته غشاء اسمه الأم الحنون أغشية يعني صفة شريحية للمخ الأم العنكبوتية ماشي تحتها الشرعين بتاعت المخ فعشان كده التمدد الشرياني موجود في هذا المكان بناء عليه اللون فجر وطلع الدم من الشريان حيطلع فيه تحت الأم العنكبوتية ساعتها حنسمع الدكتور بيقول لنا المريض الفلاني أو المريض اللي حنا بنسأل عليه ده عنده نزيف تحت الأم العنكبوتية والاسم ذا لما بنسمعه زي ما بقول كده خد يكون ايه؟ أول مرة نسمعه العلاج بتاع هذه الحلة بيكون معقد شوية فيه علاج بنوجهه نحية النزيف الفراغ اللي تحت الأم العنكبوتية ده مش بتعود ان يكون فيه دم فبالتالي بيقى فيه تهيب وإثارة للشرعين والأنسجل في هذا الفراغ بتؤدي تنعكس أثرها على المريض فنلاقي المريض فغيبوبة نلاقي المريض عنده ضعف في جنب من الجسم نلاقي المريض عنده أعراض تشبه الجلطات أو تشبه النزيف بدون ما يكون فيه نزيف كتير في المخ هو المسبب ضغط على أنسجة المخ فيه خطوات كتير في العلاج متجهة نحية النزيف ده أنها تخفف أثره على الشرعين ما تنقبضش وتسبب جلطات على المخ نفسه ما تهيجوش على وعي المريض على الجسم عموما قد تؤدي إلى بيصاحب النزيف ده أنيميا يصاحبه وارتفاع في درجة الحراء فيه تغيرات كتيرة جدا بتحصل لهذا المريض بسبب وجود الدم اللي ممكن يكون نقطة بسيطة من الدم في هذا الفراغ وفيه خطوط تانية في العلاج بتتجه نحو التمدد الشرياني نفسه لغلقه علشان ما ينزفش تاني يعني أنا عالكت النزيف والمريض الحمد لله أم بالسلامة وبعد شوية النزيف تكرر بسبب عودة فجار التمدد الشرياني بعد الشرع عليكم جميعا أرجو تكون الصورة وضحة شوية بالنسبة للتمدد الشرياني في المخ موسيقى